يعني عايز أقولك على حاجة برضو بما نحن لسه بقى ممكن نتكلم في المباراة أمس وفي بعض كده الأرقام القياسية اللي ممكن برضو نتكلم مع حضراتكو عليها رقم قياسي جديد ده لمنتخب مصر في أمم أفريقيا ده طبعا انفرد في الخبر بيتكلم أن انفرد المنتخب الوطني لكرة القدم برقم قياسي جديد في بطولة كأس الأمم الأفريقية طيب بنتكلم هنا وهو الوصول لقبل النهائي 16 مرة ده رقم قياسي ده رقم قياسي لمنتخب مصر 11 مرة بعد الفوص طبعا على المغرب بالأمس طيب بالنسبة لصلاح بقى صلاح بيصل أيضا لرقم مميز بعد هدفه وصل هنا محمد صلاح الخبر بيتكلم لعب منتخب مصر وليفر بول مساهمته مع الفرعنة خلال مباراة أمم أفريقيا منذ مشاركته في 2017 بعد تسجيل هدف التعادل في شباك منتخب المغرب وأكدت هنا شبكة قطة العالمية أن محمد صلاح شارك بـ 62% من أهداف مصر في كأس الأمم الأفريقية ده منذ ظهوره الأول عام 2017 ساهم في 8 أهداف من 13 هدف سجلها وهو أعلى نسبة للاعب يعني من دولة واحدة فأعتقد برضو ده شيء يحترم جدا جدا وده بالأرقام يعني عارف أنت لما تيجي تتكلم عن نفسك بتعطي تقول أنا أحسن حد لا احنا بنقولش كده احنا بنرجع للأرقام بتاعتنا احنا بنرجع للتاريخ وبنرجع للوقائع هي دي اللي بتثبت أن احنا الأفضل لكن مش بالكلام يعني ممكن حد يتلعوا لك أنا أحسن حد أنا رقم واحد احنا دايما بنرجع للأرقام بتاعتنا فده بالدلائل أعتقد رقم خياسي يستحق أن احنا نسعد بيه ولسه ان شاء الله لسه كمان المنتخب يفرحنا أكتر يعني الأرقام دي والتاريخ العظيم ده هو اللي خلى الناس اللي كانوا عندهم شيء من التشاؤم في الفترة الأولى من مشاركة مصر في قديم النسخة لوحنا منهم يعني أنا شخصيا أولهم الحقيقة عشان اللي انتي بتحكي ده كله عشان التاريخ وعشان الأرقام القياسية اللي انتي بتحكي عنها وعشان فعلا تسيد الموقف على الصعيد الإفريقي كنا حابين ان احنا من أول لحظة في أول مشاركة في أول ماتش لمنتخبنا المصري في النسخة دي من أمم إفريقيا كنا طبعا عايزين نشوف انه عكاسات الأرقام اللي انتي بتحكي عنها دي كلها نشوفها بقى في صورة أداء في صورة تمكن في صورة سيطرة في صورة استحواس في صورة تهديف في صورة بلاش يا سيطرة كل الكلام ده كله تدينا الحد الأدنى بس من المنطق ان ده أداء منتخب مصر اللي أرقامه كذا واللي تاريخه مضيق لدرجة يعني زي ما حضرتكم كده اسمعتوا معنا